اكد وزير التجارة والصناع خالد الرضان ان دولة الكويت لديها من الامكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وذلك لتحقيق الرغبة الاميرية السامية وقال الرضان ان تحقيق هذه الرغبة يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الانظمة واضاف ان الوزارة تعمل بكل طاقتها لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري مشيرا الى ان جميع العاملين يعملون منذ ثمانية عشر شهرا يصلون الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف وحول مستجدات القطاع الصناعي اشار وزير التجارة الى ان توجه الوزارة يقضي بمنح القسائم الصناعية للمستحقين وسحبها من المخالفين وغير الملتزمين لافتا الى ان التجارة تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع